تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حقب السلع والبايع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 467 قضية تموينية بمضبطات بلغة قرابة 158 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 27 و50 طن كما تم ضبط أكثر من 100 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط 729 قضية من بينها 66 قضية خبز ناقص الوزن و69 قضية خبز غير مطابق للمواصفات اشتركوا في القناة